كلام كتير جدا بيتقال عن المسيماني وإن المسيماني حيمشي وإن المسيماني حيقعد هذا الكلام تم يعني مجلس إدارة الندي الأهلي عندما خرج إبارع واوольш مبارع وتقال انه كان فيه اجتماع لبحث ترتيبات أخرى خلال الفترة القادمة خرج مجلس الإدارة الندي الأهلي وقال ان لا يوجد اجتماعات طارقة بشأن أي أومور فنية تخص ندي الأهلي خلال الفترة اللي جاي ولكن زي ما قلت لحضراتكم بارح إن الطبيعي للمجلس الإدارة والمسؤول عن الكرة في مجلس الإدارة كابتن محمود الخطيب مفوّد من مجلس الإدارة هو هيقعد مع لجنة التخطيط وشركة الكرة ويقعدوا مع مسلمين ويعرفوا إيه اللي حصل حتى ليه قسمنا نهاية أفريقيا اللي هو الثالثة على التوالي اللي مفروح كنا نقضوا الثالث على التوالي نهاية أفريقيا أنه بعد ما لا يشجع النجل ألي بيحاول يحفل علينا فيه اللي هو ثالث مرة على التوالي مشي فده طبيعي جدا أنه يحصل خلال الفترة اللي جاية خلينا نشوف مباريات القادمة عندنا وقت جيد جدا لأولى المباريات المصري في سلوم بعديها مباريات إستن كامبني بعديها مباريات زمالك بعديها مباريات أخرى وبالتالي الأسبوعين اللي جايين هيكون فيهم أمور أسبوع مكسف عندنا مباريات كثيرة جدا ست مباريات في أسبوعين فخلينا نقف وراء فرقتنا خلينا نقف وراء الجهاز الفني والمدير الفني وفي نهاية السنة ممكن جدا يكون هناك حساب بشكل أو بآخر